قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسم السمعان بمرافقة روحية من الأب جور شرائحة حلقة متميزة بعنوان الحج الأرثوذكسي إلى المقتص وقد أجل برنامج اتصالا هاتفيا مع الأيكونومس الأب بطرس جنحو كاهن رعية الأرثوذكس في صفوت الذي تناول معنى ورموز العمادي وحجي إلى المقتص إضافة إلى قضايا محلية وراهنة تتعلق بالمجتمع المسيحي وأسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين فإلى هناك صباحك نور أبونا صباحكم نور شد باسماء وأبونا جورج كل عام أنت بخير يا أبونا أستاذ المستمعين والمشاهدين الله يسعدك كل عام أنت بخير يا أبونا أنت بألف خير أبونا على الاحتفالات إن كان بعيد الميلاد أو بالعماد سيد المسيح بالاختاص وإحنا بالأردن طبعا من موحدين التواريخ الأعياد من الأرثوذكس بعيدوا مع المسيحية الكاتوليك بعيد الميلاد ونحن عيد شرقي لعيد الفصح فنحن بالأردن بقول إنه هاي نعمة كبيرة إنه هذه معناتها الوحدة المسيحية لما منقول عن الوحدة فطبعا هو عيد الميلاد بيكون بسبعة واحد للكنائس الشرقية والعماد لذا يتختلف التواريخ عندنا نحن شرقي واربي تفضل أبونا تخبرنا عن احتفالات الإختاص للكنائس الأرثوذكسية أعتادت كنيساتنا المقدسة الأرثوذكسية في كل عام أن تقيم هذا الاحتفال السنوي في موقع معمودية السيد له المجد نعم وبدأنا إحنا في هذا بسنة الألفين وواحد وعدين بألفين واثنين وضعنا حضر الأساس كريسي قديس يوحنان مع مدان على الضفة الشرقية نهر الأردن أمن نهر من القدس وطبعا عيوننا كما كانت ترقب قبل فترة وجيزة يعني إلى بيت لحم حيث ولد السيد المسيح وعيوننا سوف تتوجه في هذه الأيام المباركة إلى موقع معمودية السيد له المجد وطبعا إحنا كلنا يعني نتساءل إنه ليش السيد اعتمد من يوحنة في الأردن أول إشي دلالة على التواضع إنه يسوع المسيح أحنى رأسه بالصابق هذا دليل على التواضع وكمان إحنا كمان بدنا نعرف إشي واحد إنه كان يسوع المسيح بيعلم في تلك المنطقة وقد جاء إلى نهر الأردن ليعتمد من يوحنة وكمان كان يقول القديس يوحنة المعمدان توب فقد اقترب ملك في السماوات نفس الدعوة اليوم بوجهها السيد له المجد إلى جميع المؤمنين غاد لأنه إحنا من نشوف أنه المسيح هو النور الحقيقي الآتي إلى العالم يدعو بنفسه إلى التوبة إلى تغيير في حياتنا في جذور سلوكنا في أفكارنا في أقوالنا في أفعالنا وكما سمي كنيستنا يوم المعمودية المسيح بيوم الأنوار لأنه كان شمس البر أشرقت مخلصة العالم من خلال تعاليم سيدنا يسوع المسيح تلما قال كمان يسوع المسيح منقدرش كمان أنه نتجاوز عنه أنه جئتولي أكمل يعني لما يبدو يكمل وهو تعمد يسوع المسيح تيكمل كل بر نعم قاله لكي يكتمل وكل بر فإحنا ما منقدر ناخد جزئية اللي هي حكاها يحنى المعمدان ونتجاوز عن ما تم عمله مع يسوع المسيح ونتجاوز عن كلام السيد المسيح جئته لأكمل يسوع المسيح لم يتجاوز معمودية الماء إحنا بدنا نتجاوز معمودية الماء على كلام يحنى المعمدان ونقص الباقي ومعمودية هي اللي بتوحدنا كمسيحيين كمان كل المسيحيين روتوستانت إنجليين أو مسيحيين بالضبط مهما كان نعم الموجودة يؤمنون في العماد هلأ اختلف موعد العماد عماد كبار ولا عماد صغار عماد الإيمان ولا عماد الطفل هلأ في عماد كبار إذا كانوا عابرين يعني إذا ما كانوا مسيحيين ودخلوا مسيحيهم كبار ويتعمدهم كبار أكيد أمل من أصول مسيحي يفضل من الطفول يعني نعم هلأ موضوع الوحدة مثل ما جاءنا كمان سؤال ما الذي يمنع الكنائس أنها تآمن أو تشارك بموضوع الوحدة هي الكنائس أحيانا في عندنا نحن فيه اختلافات اختلافات بالعقائد أحيانا اختلافات بالطقوس اختلافات ببعض المفاهيم مثل ما السؤال اللي حكى بقولك معمودية النار والروح القدوس فيه اختلافات يعني بتكون موجودة بناتنا لكن يجمعنا شيء أكثر وأكبر من هذا أنه كلنا نؤمن بالسيد المسيح كلنا نؤمن الله بربنا كلنا نؤمن بالسيد المسيح وتعليم السيد المسيح وما جاء به من تعليم السيد المسيح الاختلافات هلأ بناء على الثقافات بناء على المناطق بناء على الناس اللي أخدت هذا التعليم صلاة الوحدة مثل ما حكينا من صلي واحد مش عشان نعمل اللاتين أرتودوكسي والأرتودوكسي كاتوليكي والكاتوليكي إنجيلي والسرياني لا إحنا منصلي مع بعض كجماعة يعني منجتمع للصلاة من أجل وحدة المسيحيين الوحدة بالإيمان والوحدة بالشركة نشترك مع بعض بالصلاة من أجل العالم من أجل السلام من أجل مشاكل كيف مجلس رؤساء الكنائس الأردن بيجتمع مع بعض مثلا في قضية صارت موضوع اللغط اللي صار مثلا بقضية التمثال بيجتمعوا مع بعض الاعتداءات الكنائسية اللي عم بتصير بالأراضي المقدسة بيجتمعوا مجلس رؤساء الكنائس اللي طلعوا بيانات لما بتصير فيه هزات في البلد بالشعب المسيحي بيجتمعوا الكنائس عشان يحكوا كلمتهم كمسيحيين أنا ما أريد أحكي معاك إننا كمسيحيين لا أنت بتختلف معي بموضوع العماد أنت بتختلف معي بموضوع القربان الموحكات حذر منها القديس بولوس كثيرة بس أنا بحكي إذا بدي أحكي فلسفة بحكي إحنا متحدين الكنائس المسيحية في الأردن بالقوة ولكننا ليس متحدين بالفعل في بعض العقائد وفي بعض الأمور اللاهوتية لذلك نحن نجتمع لصلاة الوحدة لأجل محبتنا لبعضنا لبعض عشان نعبر للأخوة المؤمنين اللي شايفين أنه فيه انقسامات طائفية للأسف الشديد فمنقولهم إحنا المحبة أقوى المحبة نار آكلة لكل غذائل المحبة نار ممجدة تأكل كل الخطايا وتخلينا مجرد أنه الشعب يشوف الأرثوذكسي واقف في جنب الكاتوليكي في جنب البروتس العفوان الإنجيلي نشوفهم كلياتهم بيصلوا مع بعضهم البعض هاي فيها رسالة محبة ولكن إحنا القانون يجبرنا أن نكون متحدين في طوارات زي ما اتفضلتي بتتطلب من الكنائس المجتمع مش بكيفنا من نجتمع بقوار رواحة فأنا بشوف أبونا الإنقسام بالكنيسة هو تجربة من الشرير